اولا اقول لكم ان انا مش هنقزل الشيطوي من اللي اقل لكم كده بس تعال الاول كده انتشوف الموديل الخطر اللي معنا ده هو فعلا خطير بس قبل ما اقول لكم كده تفاصيله و حكاته و تكاته و حركاته بس انتوش تعملوا فلو صفحه البراند و تعملوا لايكات بقى و شير كده و تزبطونه مبدئيا كده الموديل ده وان لابسها حس ان انا عارفين انت تبوز طقم كده حس انتم مرتحين نفسيين مبدئيا كده ده قطعتين مش قطعة واحدة يعني الشميز مش لازق في الدرس اهو شايفين اضايا اهو اطلع لكم ديان نين تاني اهو نلفو عشان اقول لكم ان هو مش لازق مش لازق خالصه اهو من الجنب هنا مش لازق اهو هو سايب يعني ده شميز لوحده و ده لوحده بس من بيات تعمل لبعض شايفين بقى الحلقاء والجمال الدرس بقى هنا من قدام شايفين تكريس در بتقى الرجالة اللي بيجي كده اكس علامة الاكس كده هو اخد برضه علامة الاكس دي بس مش رجال حريم شايفين الحلقاء والجمال هنا بقى من الجنب في هنا استيك الاستيك ده مسلا لو كان واسع عليك شوية بنقوم احنا نصغرن شوية من الحبل هنا وطبعا عشان كان مش مزبوط شوية بس هوا ده بقى كده هنجب نحط تانية اهو كده شايفين الحلقاء والجمال ده بدلا ما تروح بقى عند الخياط وما عشان تزبطون كل حاجات دي لا احنا عملينا هنا الحبل فهانت تزبط انت بمزاجة وهيبقى تحف عليك هنا هنيجي من تحت الكسرة اللي انا عمليها اسمها كسرة مخفية الكسرة المخفية دي يعني لو انت مسلا في الجسم كده فهيبقى عملي عليك كده مش باينة اصلا الكسرة شايفين حلقاء الجمال بيدي معاك يوسع من تحت يعني الكسرة دي عشان يديك يوسع تحفى ونفس الكسرة دي بردور عشان يدي معاك الوسع نجي بقى للمقاسات المقاس الاولين اللي هو اللي عمليكان ده المقاس الاولين طبعا المقاس هنحطوه من الشميز لان من هنا كده فاضل اه من تحت البطن هنا فاضل بدايته من هنا كده فالشميز مقاس واحد تمانية وخمسين حتو الصدر اللي هو من البط للبط من هنا كده تمانية وخمسين اما في المقاس رقم اثنين ستة وستين تمام؟ مقاس رقم اثنين ستة وستين مقاس رقم واحد كام؟ تمانية وخمسين برافو عليك بنقاس من اين؟ من تحت البطنة لتحت البطنة من قدام بس مش دوران من قدام بس خلصنا ندخل بقى في ايه؟ في الطول بتاعه الطول بتاعه من الكتف للأرض كان مية وخمسين الوسع بتاعه الدوران من تحت كان اثنين متر وستين سنت تمام؟ تمام طبعا احنا عارفين ان هنا اللياءة اللياءة تحفة الشميز بقى خطير 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 فعلا الخامة بتاعته اس بي اتش خامة الشميز اس بي اتش طبعا انتو عارفين ان هي خامة عالية جدا ومضيفة قوي قوي وتحفة هنا من عالدراعف هنا كسر والكسر دي من تحت برضو من هنا من على اليدين من هنا في كسر عشان الكسر تعملك ايه؟ تعملك البمب التحفة ده شايفة؟ شايفة؟ كميل وهنا بقى من على اليدين الاسورة فيها وسعين يعني هنا فاتحة ايات الزرار هنا مثلا لو خنق ايدك واسعة شوية بنقوها عاملينها على واحد خنق ايدك دي ايه بنقوها عاملينها على الاثنين اللي هو عارف دي كده مش تبقى ازغنانة على قد كده تمام؟ مش حرملك من اي حاجة بورولكم ورا وما قدام مش حرماكي اما بقى بالنسبة للدرس فالدرس سخامته ريال الوى او ليونة الاثنين شايفين التحفة والجمل ندخل ده لايه؟ للألوان عندنا الزيتي عندنا الازرق الخطير اللي عليا ده نجي بالألوان معانا كشمير غامق ومعانا بين نفسي جي ومعانا بيبي بلو ومعانا بني ومعانا هافون ومع الهافون الطوبي شايفين الفرق من الالوان ده هافان ده هافان وده الطوبي عشان بادل تسأل الفرق ما بينهم اهو اللون مع بعض اهو اده الهافان وده الطوبي نجي بقى الالوان البعدها معانا اللون النبيتي معانا الكحلي ومعانا الاسود ومعانا البترولي معانا الدراقتين منو بترولي ازرق وبترولي اغضر شايفين الحلوة جمال تحفة والخامة اللي احنا بنستخدمها في الصيف وانت لابسها بالحاس انها طرية ونعم ومشمح على الراقي اما بقى في الشتا بالحاس انها مدفيك بجد ومش بقول كده عشان يعني نخامل انا بس ادامك ولا لأ بجد تشتا بالدفيك وجاملة جدا جدا بس كده تقدرات الوقت تطلبوه من خلال صفحة الفيسبوك من خلال صفحة الانستجرام او من خلال رقم الواتساب في رعاية الله ما تنسوش تصلى عنك